أخطاء خطيرة تقع من كثير من مرب الباب غاوات والطيور احضر هذه الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناتكم الحياة عجائب لا تنسوا دعم القناة بالأعجاب والاشتراك لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله تعالى أول خطأ يرتكبه كثير من الناس أنهم يضعون الطعام الكثير والحبوب بكثرة أمام الطيور وهذا يؤدي إلى مشاكل كثيرة ويؤدي إلى أمراض خطيرة ومنها مرض السمنة ومرض التشحم عند الطيور ولا شك أن التشحم ومرض السمنة يؤدي إلى قلة الإنتاج بل ويؤدي إلى ضعف الخصوبة عند الذكر والأنثى وهذا من أسباب البيض الفارغ أو البيض غير المخصب إذ أن الذكر يكون قد تشحم وقد امتلأ بالدهون وكذلك الأنثى لذا عليك أخي الكريم أن تحضر من كثرة الطعام أمام الطيور ولا شك أن كثرة الطعام يجعل الطيور تتلاعب بالحبوب والطعام وتسقطها على الأرض لأنها قد شبعت ولأنها قد زهدت في هذا الطعام الكثير الذي أمامها لذا فعليك أخي الكريم أن لا تملأ الوعاء بالكامل إن كثرة الطعام في الوعاء تجعل الطيور تسقط الطعام على الأرض ويتلوث الطعام والحبوب بالفضلات لذا فعليك أن تضع بالقدر الكافي للطيور وعليك أن لا تملأ الوعاء بكامله وهذا في حالة ما إذا كانت الطيور ليس تحتها فروخ وكذلك في فصل الصيف عليك أن لا تكثر من وضع الطعام في الوعاء فإن كثرة الطعام أمام الطيور وعدم إحساسهم بالجوع ولول فترة بسيطة وهذا يخالف طبيعة هذه الطيور فهذه الطيور يبذل هذه الطيور مجهودا وتحرق كمية كبيرة من طاقتها في الطيران والبحث عن الطعام لذا فعليك أن تجوع هذه الطيور ولو بقدر بسيط وهذا الجوع سيجعل الطيور تعرفك وسيجعل الطيور تقبل عليك لأنها إذا جاعت فإنها دائما ستنتظر صاحبها أن يأتي إليها إن تواجد الطعام باستمرار أمام الطيور سيجعلها لا تريد أن يدخل عليها صاحبها لأنها ليست في حاجة إلي لذا عليك أخي الكريم ألا تملأ الوعاء بالطعام وعليك أن تضع بالقدر الكافي فقط أيضا هذا سيوفر عليك كمية كبيرة من الحبوب التي ستسقط على الأرض ولن تستفيد منها فنحن نلاحظ في هذه الأيام ارتفاعا كبيرا جدا في أسعار الحبوب وهذا ما يشكل انهيارا لتربية العصافير أيضا من الأخطاء التي يرتكبها كثير من الناس أنهم يتركون الماء لفترات طويلة أمام الطيور خاصة إذا قدموا نوعا من الطعام اللين هناك بعض الطيور والبابغوات تأخذ بعضا من هذا الطعام اللين وتضع منقارها في داخل المسقى فيحدث تلوث للمياه فعليك أن تقوم بتغيير المياه باستمرار وأن لا تترك الماء داخل المسقى فهذا يؤدي إلى تعفن الماء غير الماء باستمرار خاصة في فصل الصيف من الممكن أن تغير الماء في المسقى في فصل الشتاء كل يومين من الممكن لكن في فصل الصيف عليك أن تقوم بتغيير الماء داخل المسقى وأن لا تتركه لفترة طويلة فبعض الطيور تأخذ الحبوب وتأخذ الطعام وتضعه في المسقى فيتلوث الماء وهذا مما يشكل خطرا خطيرا ويؤدي إلى إصابة الطائر بالأمراض المعوية أيضا من الأخطاء التي يرتكبها الكثير من الناس أنهم إذا ما وضعوا الخضروات والفواكه فإنهم يضعونها في أرضية القفص وهذا خطأ كبير فيجب أن تعلق الخضروات والخيارة والجزرة والخص والجرجير يجب أن يعلق هذا كله في القفص وذلك بواسطة سلك أو بواسطة أي شيء وأن تضعها حتى لو وضعتها في طبق فضعها في طبق نظيف بكمية قليلة ذلك من الأخطاء أن يقوم بعض المربين أيضا بأن يخاف من فتح القفص وهذا يشعر الطائر أن صاحبه خائف منه فحينئذ يتشجع الذكر أن يقوم بالعض إن الطيور إذا شعرت بالخوف إذا شعرت بخوفك منها فإن هذا سيدفعها إلى أن تقوم بالعض عليك أن تدخل يدك مباشرة هكذا فحين إدخال يدك مباشرة لن يقوم الطائر أبدا بعضك إنه سيخاف لكن إذا شعر الطائر أنك تقدم أصبعك ثم تأخذه بسرعة فهذا يعطي الطائر شجاعة أن يقبل عليك وأن يقوم بعض يدك حتى لو كان هذا الطائر أيضا مدربا فإن هذا سيعطيه شجاعة أن يقوم بعض يدك لذا مباشرة قدم أصبعك هكذا بسرعة حتى لا يقوم الذكر ويقوم الطائر بعض يدك هذه بعض الأخطاء التي يرتكبها بعض الناس وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسوا الدعم القناة بالأعجاب والاشتراك والسلام عليكم ورحمة الله